مازالت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تراوح مكانها دون تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن نتيجة إسرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يامين نتنياهو على عرقلتها لإطالة أمد العدوان على القطاع المحاصر وبين القاهرة والدوحة تستمر جولات التفاوض بشأن التهديئة بقطاع غزة في محاولة من الوسطى مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتهيئة الأجواء من أجل الوصول إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة لأهل القطاع وبسبب تعنت إسرائيل في إبداء أي مرونة بمفاوضات التهديئة ورفضها إقاف حملتها الغاشمة في غزة ما زالت هناك نقاط خلافية تلوح في الأفق تعيق الوصول إلى تهديئة طويلة الأمد في القطاع ومن بين أبرز العقابات الرئيسية في مفاوضات التهديئة هو استمرار مراوغة تالي أبيب وعدم تقديمها ضمانات أو تعهدات بشأن الالتزام بالبنود التي سيتم الاتفاق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما يشكل الوجود الإسرائيلي في محور فلادلفيا والمعروف أيضا باسم محور صلاح الدين الفاصل بين قطاع غزة ومصر عقبة رئيسية بالمفاوضات فبينما ترفض الفصائل الفلسطينية اقتراحات تالي أبيب بشأن إقامة أبراج مراقبة على هذا المحور ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق جددت مصر تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قابولها أي تواجد إسرائيلي في تلك المنطقة في الوقت نفسه هناك نقطة خلافية أخرى بارزة بالمفاوضات تتعلق بتمسك إسرائيل باستمرار وجود قوات لها في محور تساعم لتفتيش سكان قطاع غزة وهو أمر يرفضه الفلسطينيون كونه يعرضهم للاعتقال والتنكيل وصرقة أغراضهم مما يزيد من معاناتهم اليومية وتسعى تل أبيب إلى إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر فكلما اقتربت المفاوضات من تحقيق تقدم إيجابي وضعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بن يمين نتنياهو معوقات من أجل عرقلتها كان أخرها مقترحته بشأن حفر خنادق تقطع محور نتسارم لمنع مرور المركبات وهو مقترح سبق وأن رفضته الفصائل الفلسطينية ولم يقبله الوسطاء ويكشف عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تقسيم قطاع غزة وتكريس الوجود الإسرائيلي وفي خضم تلك التعقيدات والعرقيل فإن ثم تتقدما ملحوظا ظهر في التوافق على العديد من القضايا بين إسرائيل والفلسطينيين من بينها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وإطلاقوا صراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين وفي الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي من أجل إتمام اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة تتجاهل تل أبيب كل هذه الدعوات لإطالة أمد العدوان مستمرة في ارتكاب جرائم يومية بحق سكان القطاع المحاصرين مواصلة انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وفق على ثلاث هدن منفصلة ومؤقتة لوقف القتال في أماكن محددة بقطاع غزة لسماحي بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال وتواصل الدولة المصرية بذل الجهود المكثفة من أجل ضغط على المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان وتخفيف المعاناة التي يشهدها أهالي غزة المحاصرين مستمرة في جهودها بالتنصيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة ترجمة نانسي قنع